اشتركوا في القناة في ضحايا العضوان الغاشر نحتسبهم عند الله من الشهداء ربنا يلهم اهلهم وزويهم الصبر والسلوان اعتقد ان المشاعر الغالبية واحد طبعا الامة العربية اتنين كل من يتمتع باقل قدر من الانسانية بيحس بيها هي مزيج من الالم والوجع والاسى والغضب الحقيقة المشاهد اللي احنا بنتبعها منذ بداية العضوان لغاية المشاهد اللي تابعناها حتى النهاردة الصبح الحقيقة ما بتترجمش الا في قلوبنا كلنا الحقيقة الا مشاعر من الكراهية والغضب والرغبة في الانتقام اعتقد انه كل اللي تابع المشاهد القصية الحقيقة واللحظات الصعبة اللي بيعيشها اشققنا في فلسطين على مدار ايام اللي فاتت مش قادر يترجم ده الا انه قالى ان نصر الله قريب حقيقة يمكن يعني على الرغم من جوال واحد حالة غضب شديدة جدا لكن في نفس الوقت بشوف انه في جزء ايجابي نمرة واحد اللي ارى واللي سمع غير اللي شاف ناس كتيرة جدا ارت عن او اجيال جديدة ارت عن مذابح الكيان الصهيوني سمعت ممكن عن بحر البار سمعت ممكن عن مذابح قانا سمعت ممكن عن صبر وشتيلة لكن ما شافتش في الايام اللي فاتت دي شافت في جيل جديد اتزرع جواء كم كبير من الكراهية والرغبة في الانتقام والشي الاكيد انه في يوم من الايام زي ما تاريخكم كان اسود نهايتكم هتكون بنفس اللون ويمكن تكون اشد قطامة وفي اللحظة اللي هنرجع فيها مش هيكون فيه رحمة باي شكل من الاشكال الحقيقة انا يعني انا مليش في السوشال ميديا وزمالي كلهم عارفين انه انا ما بتعملش تقريبا مع السوشال ميديا ما بحبهاش كميتي مش ماشية معاها لكن الحقيقة فيه ناس كتيرة جدا تجود وان كنت بشوف انه فكرة التعاطف والتأييد على منصات التواصل الاجتماعي ممكن ممكن تكون موصلة الصوت ودي واحدة من الحاجات الحقيقة اللي لفتت نظري انه يعني انه ردود الافعال على مستوى الشعبي على مستوى الجمهور في العالم كله شايف الوضع على حقيقته سيبك من ردود افعال الحكومات رغم ان الازمات بتكون كشفة وبتوضح بشكل كبير جدا لا يقبل الشك ولا يقبل التأويل مين معاك ومين ضدك لكن انه يكون على مستوى الشعبي على مستوى الجماهيري وعلى مستوى بعض السياسيين وعلى مستوى بعض رموز الدول ورؤسائها كمان الوضع واضح بالشكل ده مين الجاني ومين المجني عليه بتهيقلي دي واحدة من نقاط اللي لابد ان احنا نخدها في الاعتبار ونبني عليها النقطة التانية والاكيدة واحنا بنتكلم على ردود الافعال صحيح بنستنى من دولنا ومن رؤسائنا ومن زعمائنا ومن حكومتنا ردود افعال لكن انا في ظني وفي تأدير المتواضع رد الفعل يبدأ من كل واحد فينا الواقع اللي محتاجين كلنا نغيره مش بس في السياسة لكن على كل المستوىات واقعنا اللي احنا بنائشه يحتاج مراجعة حسابات يحتاج تحديد اولويات يحتاج تصحيح مصارات وهنا بس ممكن نتكلم على رد الفعل اللي يليق بامة عربية تاريخها ضارف الجزور اصل الحضارة جزء من تكوين الحضارة والتقدم اللي وصلت ليه البشرية كلها النهاردة كان اصله في البداية عربية لو قدرنا نستعيد جزء من ده ممكن جدا نكون نملو